وخلال مؤتمر صحفي في ختم أعمال القمة أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني تواصل الجهود المبزولة لتفعيل هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس نسبة لموضوع المفاوضات دولة قطر ما زالت مستمرة في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق صراح الرهان والأسرة والتبادل السجنة الذي حدث على مدار الأسبوع الماضي للأسف راجعتنا بعض التحديات التي أدت إلى توقف هذه الهدنة وعدم القدرة على تمديدها طبعا ما زالت الجهود مستمر وما زال التنسيق مستمر مع شركانه سواء كان في جمهورية مصر العربية الشقيقة وفي الولايات المتحدة